على بعد آلاف الأميال من هذه الجبهة ضد روسيا يبدو الغرب جاهزا لتصعيد آخر مع موسكو ها هو كباش الكبار ينتقل إلى أفريقيا من القاهرة إلى قلب أفريقيا يستكمل سيرجي لافروف سياسة بلاده الجديدة في القارة السمراء يريد وزير الخارجية ترجمة جهود موسكو هناك ولسيما بعدما امتنعت قبل أشهر قليلة 24 دولة أفريقية عن إدانتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي هذا بعدما عدلت دول في الساحل الأفريقي بوصلتها باتجاه موسكو مبتعدة عن الحلف التقليدي والتاريخي لها مع أوروبا والولايات المتحدة التي بدأتا تخسران نفوذهما في عدد كبير من الدول الأفريقية والأسيوية لصالح روسيا ولعل الانسحاب الفرنسي من مالي خير مثال على ذلك فضلا عن الحضور الروسي الصيني اللافت في تلك الدول الحرب في أوكرانيا دقت نقوص الخطر لدى الغرب مع كشفها عن بعض دلالات ما وصف بالحرب الباردة الجديدة على المسرح الأفريقي لجهة التنبيه إلى حجم النفوذ الروسي وكان المنعطف الأهم نحو إعادة ترسيخ العلاقات الروسية مع أفريقيا انعقاد القمة الروسية الأفريقية عام 2019 وجاءت نتاجا لمجموعة عوامل أسهمت في خلق مساحة أكبر لروسيا وتسهيل مهمتها في العودة إلى أفريقيا وتوسيع آفاق تعاونها معها فالسياسات ترامب افتقرت إلى المشاركة الرفيعة المستوى هناك فضلا عن تصريحاته المشحونة بالعرقية والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء كما قررت واشنطن أواخر عام 2018 تقليص قواتها في أفريقيا لكن العودة الروسية القوية إلى القارة الأفريقية أسالت اللعابة الأمريكية مجددا فوصل المبعوث الأمريكي إلى القاهرة فيما يستكمل وزير الخارجية الروسي جولته الأفريقية حيث قال إن بلاده وشركاء الأفريقة يعملون على خفض مستمر لحصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة بين الطرفين وبالتزامن يظهر قلق باريس المتزايد بشأن ما تراه تهديدا روسيا في غربي أفريقيا فيبدأ الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون شولة أفريقية تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيسعو تشمل الكاميرون